اشتركوا في القناة ومعادلات التضخم لأدنى مساوياتها في أكثر من عامين مرحبا ساريو رولا نعم شاهدنا انخفاض ملحوظ في بينات التضخم أكبر انخفاض منذ 21 وانخفاضا من ذروته التي كانت عندها 9.1 يعني ليعكس أن الفدرالي بالفعل نجح في محاربة التضخم لتوصل أرقام التضخم إلى 3% الآن الأسواق ما زالت تتوقع برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الشهر ولكن ممكن مع بيانات أخرى أن نشهد تثبيت أو نشهد شيء مختلف في نهاية هذا العام من حيث انحاء أو نهاية وصول نهاية رفع أسعار الفائدة أو التشديد النقدي الذي أيضا من وجهة نظر أخرى يقوم بالضغط على النمو الاقتصادي من الولايات المتحدة مثل ما شاهدنا الوظائف الغيروزراعية التي جاءت عند الـ 200009 دون المستويات التي كنا متوقع عنها فبالفعل نرى أن رفع أو تجهيد السياسة النقدية انعكست على البيانات الاقتصادية ولكن صرحوا أعضاء من الفدرالي هذا الأسبوع بأن لابد أن نلقي نظرة بشكل عام عن السوق العمل وليس بس البيانات التي جاءت من الأسبوع الماضي نادية اليوم ظهرت بيانات النمو في الاقتصاد البريطاني في عنا لازمنا في الانكماش ولكن أفضل من المتوقع كنا نتوقع انكماش بـ 0.3% جاء بـ 0.1% متى باعتقادك على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد البريطاني متى يمكن أن نبدأ في تحقيق النمو وكيف انعكست هذه البيانات على حركة السترلين اليوم يعني رولا لابد من أن نشهد ارتفاع في يعني غير عن الانكماش التي شاهدنا لابد يكون في ارتفاع ملحوظ للاقتصاد قبل أن نشهد بيانات أخرى تشير إلى النمو الاقتصادي في بريطانيا ولكن لا يزال يعني البنك البريطاني يعني يقوم بمحاربة التضخم وهذا الهدف الأساسي الآن ولابد أن نشهد المزيد من انعكسات على يعني انعكسات سلبية على النمو الاقتصادي يعني يعني احنا ليس بالمرحلة الآن أن نشهد هذا النمو الاقتصادي الآن لأننا لسا دخلين في الرقود الاقتصادي منذ شهرين يعني سيكون الأمر لسا يأخذ وقته في انعكسات سلبية على الاقتصاد الأمريكي ولكن غيرا عن ذلك نشهد الآن الاسترليني مدعوم كثير من التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ويشهد يعني يفوق عن التوقعات ويكون الآن يتداول عن مساوات الواحد فصل الثلاثين وممكن أن نشهد أيضا ارتفاعات أخرى مع انخفاضات الدولار التي لحظناها يوم أمس نعم نادية يعني الملفت لدينا أيضا بالنسبة لأسعار النفط التي تلامس مستويات الثمانين دولار بالنسبة لخام برينت هذا المسار الصاعد الذي نشهده بالنسبة لأسعار النفط هل يمكن أن يؤكد بأن التخفيضات الطوعية التي شهدناها من قبل السعودية باتت هذه التوجهات تؤتي ثمارها في هذه التحركات التي نشهدها على النفط وإلى أي مدى اليوم البيانات المستمرة الضعيفة من الاقتصاد الصيني لربما بدأت الأسواق تسعر هذا الضعف في البيانات الاقتصادية من الصين ونشهد استمرار الصعود في أسعار النفط بالفعل ساري بس بدأت أسعار النفط بالتعافي الآن وتقوم الآن الأسواق بتسعير هذه الانخفضات التي شهدناها من السعودية ومن روسيا والآن تحركات النفط بدأت في التحرك الإيجابي فوق المساعدة الثمانين دولار لبرانت والخمسة وسبعين دولار لـ WTI وممكن أن نشهد المزيد من الارتفاعات خصوصا مع انخفاض الدولار بشكل ملحوظ يعني عن مستويات المائة وإذا دخل في مستويات التسعين أجان ممكن أن نشهد ارتفاعات على أسعار النفط أجان بغض النظر عن التراجع في البيانات الاقتصادية من الصين ولكن يتم في تدخلات من قبل الوزارة الصينية ودعم مثلا سوق العقارات الآن وتخفيض اللونز على الاندفجول فلابد من أن نشهد المزيد من ارتفاعات عن أسعار النفط خصوصا بعد تسعير هذا الشيء الآن ونشكرك نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إيكوتي جروب شكرا شكرا